اهلا بكم انا يوسف نوفل والنهاردة هنتكلم على الريليشنال واللوجيكال اوكريتور خلونا نبتدي بالريليشنال اوكريتور اول حاجة انا عندي 6 اوكريتور اللي هي بيساوي ولا يساوي و اصغر من و اكبر من و اصغر او يساوي و اكبر او يساوي تعالوا نستخدم الكلام ده جوا كود و نعمل run و نشوف ايه اللي هيطلع وصدنا على الكونسول اول حاجة انا عرفت او بي و سي ودت لهم قيم اثنين و خمسة و اثنين و بعد كده عملت c out لكلمة a equal و طلعت قيمة a و b equal و طلعت قيمة b و c equal و طلعت قيمة c بعد كده في بقية الاوامر هتلاقيني كاتب لك رسالة وبعدين مطلع لك قيمة المعادلة ده ف هتلاقيني مثلا كاتب لك a equal b دي الرسالة المعادلة و بعدين المعادلة نفسها a equal b equal equal b ف كأني بسأل هل اه بتساوي ال b ال a فيها اثنين و ال b فيها خمسة لا يساوي ف هتلاقي النتيجة طلعت صفر بعد كده هتلاقي ان هل ال a بتساوي c equal equal c ف ال a فيها اثنين و ال c فيها اثنين ايوة true و بعد كده هل ال a لا تساوي ال b ف ال اثنين لا تساوي ال b فعلا true بعد كده ال a لا تساوي ال a فيها اثنين و ال c فيها اثنين فلا هم بيساوي بعض وبعد كده هل ال a اصغر من ال b true فعلا ال a اصغر من ال b وبعد كده ال-A أكبر من ال-B أيوة ال-A فيها 2 وال-B فيها 5 يبقى لا هي مش أكبر وبعد كده هل ال-A أصغر أو أد ال-B أيوة هي أصغر من ال-B وبعد كده هل ال-A أصغر أو أد ال-C أيوة هي مش أصغر فعلا بس هي بتساوي ال-C وبعد كده A++ equal C فهنا أول حاجة هيقارن ال-A بال-C فيقول أيوة هم فعلا بيساوي بعض بعد كده أنا نقصتها واحد وعرفت القيمة بتاعتها وبعد كده هعمل Cout بس plus plus A في الأول فهتلاقي إنه هو بيجمع عليها الأول واحد وبعدين يقارنها فتلاقي النتيجة False تعالى ندخل على logical operators أنا عندي two gates مهمين جدا ال-and وال-or فال-and هي عبارة عن كأنك بتدرب فلو عندي A و B فأول حاجة عندي one and one سيطلع لي النتيجة واحد لو واحد و زيرو سيطلع لي زيرو و زيرو و واحد سيطلع لي زيرو ليس سيطلع لي واحد غير لو ال-2 بواحد على العكس في الأور ليس سيطلع لي زيرو غير لو ال-2 inputs بزيرو أي حاجة فيها واحد لازم هيطلع لي الأوپوت بواحد فتعالى نبص على الكود كده نجرب فيه ال-and وال-or فنفس اللي فات هتلاقيني حاطة رسائل جوه ال-c out فيها ال-equation بتاعتك او المعادلة بتاعتك عشان لما يطلع لي output على ال-console اعرف ال-output ده يعني بيري بريبينت A ما يبقاش بس شوية ارقام طلع بقص فأول حاجة عرفنا A و B و C زي المرة بعد كده طلعنا قيم A B C بعد كده طلعت المعادلة A equal equal B and A equal C فأول حاجة هل A بتاوي B A فيها 2 و B فيها 5 لا ما يصنوش بعض هل A equal C A فيها 2 و C فيها 2 A هما بيصنو بعض فيبقى كاني عندي 0 and 1 0 يطلع للنتيجة 0 كما رأينا في الثالث table بعد كده عندي A أصغر من B and A لا تساوي B فال A فيها 2 و B فيها 5 فال2 أصغر من 5 فعلا و A لا تساوي B التي هي 2 لا تساوي 5 أيها فعلا فيبقى true بعد كده A أصغر من B and A لا تساوي B فيبقى الكلام المفروض سيبقى قبل 2 فعلا ندخل على OR ففي OR أول حاجة نفس الكلام بس سيبقى A تساوي B OR A equal C A تساوي B فعلا لا لا تساوي B هل A تساوي C يبقى 0 OR 1 ثم بعد كده A أصغر من B OR A لا تساوي B فالA أصغر من B أيوة A لا تساوي B أيوة ثم ثم عملت نفس الامر بس حطيت علامة تعجب ثم ثم علامة تعجب 0 ثم 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 عملت تعجب نط 1 ثم تعجب 0 ثم يجب أن ترى أي رقم عدد 0 كأن 1 ثم تعجب 0 ثم شكرا 1 ثم 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 آج